بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد غفر الله لنا وللشيخنا وللمستمعين قال المصنف غفر الله له مسألة الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد هذه المسألة التي أوردها المصنف هي المسألة المشهورة عند أهل العلم هل يقتضي الأمر المطلق التكرار أم لا وهذه المسألة فيها خلاف سيأتي بعد قليل أن لأهل العلم طرائق متعددة في طرق هذا الخلاف وقبل البدء في هذه المسألة وبيانها ثم بعد ذلك بيان الأثر الفقه المترتب عليها أبين أن بعضا من أهل العلم هو القاضي عليه رحمة الله بيان أن الخلاف في هذا العلم في هذه المسألة هو خلاف لغوي باعتبار ما الذي يدل عليه الأمر في لغة العرب هل يدل على التكرار أم لا يدل على ذلك ومعنى هذا أن النظر فيه باعتبار اللغة لا باعتبار دلالة الشرع للأمر قول المصنف رحمه الله تعالى الأمر المطلق تعبير المصنف بالأمر المطلق يدلنا على أن الأمر نوعاني إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا ويقصد بالمقيد أي المقيد بقارينة تدل على التكرار أو عدمه وعلى ذلك فإن قول المصنف الأمر المطلق أي الأمر المطلق عن القرينة ويقابله الأمر المقيد بالقارينة التي تدل على التكرار وعدمه وقد ذكر العلماء أن القرائن نوعان إما قرينة تدل على التكرار وإما قرينة تدل على عدم التكرار وكل القرينتين أو كل أمر احتوى واحدة من هاتين القرينتين فهو خارج عن محل النزاع في هذه المسألة فمثال القرينة الدال على عدم التكرار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقيل يا رسول الله في كل عام قال لو قلتها لوجبت هذا نص منه صلى الله عليه وسلم وقرينة اقترنت بالأمر تدل على أن الأمر ليس للتكرار وقد ذكر العلماء أن القرائن التي تدل على عدم التكرار أو على التي تدل لعدم التكرار متعددة فبعضها قرائن عقلية وبعضها قرائن عادية وبعضها قرائن شرعية فمن القرائن العقلية مثلا الأمر بقتل شخص معين فإنه يدل على عدم التكرار إذ المحل لا يقبل الفعل مرتين وإنما يفعل مرة واحدة ومما يدل على عدم التكرار من القرائن الحالية قالوا بأن يكون الأمر مستغرقاً للمحل المأمور به فلو قيل صم الدهر فلا شك أن الدهر لا يكفي إلا لهذا الأمر الواحد ولا يكفي غيره وهكذا من القرائن المتعلقة بها وقول المصنف رحمه الله تعالى الأمر المطلق للتكرار المراد بكونه للتكرار أي أن المأمور بالأمر يلزمه الإتيان بالأمر يلزمه الإتيان بالفعل مرة بعد مرة هكذا عبر الأصوريون في تفسير معنى التكرار فقالوا إن التكرار هو الإتيان بالفعل مرة بعد مرة وهذا التعريف الذي اشتهر في كتب الأصوريين للتكرار أنه الإتيان بالفعل مرة بعد مرة استدركه بعض الأصوريين فقال الصواب أن لا نقول ذلك والسبب أن الإتيان بالفعل مرة بعد مرة غير ممكن لأن الفعل واحد فلا يؤتى به مرة بعد مرة وإنما يقال الصواب الإتيان بمثل الفعل وعلى العموم فالنتيجة واحدة وإنما هو النظر في دقة العبارة للدلالة على المعنى وقول المصنف رحمه الله تعالى الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان هذا القيد قيد مهم للرد على من قال إنه ليس للتكرار لأن من أقوى الأدلة للقائلين على أنه ليس للتكرار قالوا إنه لا يمكن أن ينشغل المرء بفعل المأمور به في كل وقته فحينئذ لا يكون للتكرار فبيّن القائلون بالتكرار ومنهم ابن عقيل بيّن ذلك أن التكرار إنما هو حسب الإمكان وبناء عليه فإن انشغال المرء بضرورياته التي يحتاجها لحياته وحاجياته في حال ذلك الوقت لا يكون ملزماً بفعل تكرار الفعل الذي أمر به قال ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه أي أن أبلوثة بن عقيل رحمه الله تعالى ذكر أن هذا القول هو قول أحمد وأصحابه وقد أخذ ذلك من قول الإمام أحمد لما تلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإن أحمد قال ظاهرها فإن أحمد قال إن ظاهرها أي ظاهر هذه الآية يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف فدل على تكرار لزوم التطهر عند كل صلاة وهذا القول هو أكثر أصحاب الإمام أحمد عليه كما قال المجد عليه رحمة الله ثم قال المصنف وقال الأكثر وهذا هو القول الثاني وقال الأكثر لا يقتضيه أي لا يقتضي التكرار وإنما يدل الأمر على الفعل مرة واحدة أو أنه لا يدل على تكرار وعلى عدمه كما سيأتي في تفصيل معنى في تفصيل قول القائلين بأنه لا يقتضيه وإذلك فإن قول المصنف وقال الأكثر لا يقتضيه أي لا يدل على التكرار لا يقتضي التكرار لكن ما الذي يدل عليه سيورد بعد ذلك أربعة أقوال في بيانها وقول المصنف قال الأكثر مراده بالأكثر أكثر العلماء فقد نص القاضي وتلميذه أبو الوفى بن عقيل على أن هذا القول هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين معا وأنه هو المعتمد عند المالكية والشافعية وكثير من الحنفية وهذا معنى قوله قول الأكثر وأما أصحاب الإمام أحمد فإن أكثرهم على أنه يقتضي التكرار كما تقدم من كلام أبي البركات والذين قالوا إنه لا يقتضي التكرار هو بعض أصحاب الإمام أحمد كأبي محمد التميم في رسالته وهو اختيار أبي الخطاب وبعض محقق مذهب الإمام أحمد كالموفق والشيخ تقي الدين بن تيمية والطوفي فإنهم جميعا على أن الأمر ليس للتكرار وأما أكثر أصحاب الإمام أحمد فإنه على القول الأول وهو التكرار إذن يهمنا هنا أن قوله الأكثر ليس المراد أكثر أصحاب أحمد وإنما مراده هنا بالأكثر أكثر العلماء إذ أكثر أصحاب الإمام أحمد عن القول الأول وهو التكرار ثم شرع بعد ذلك يفصل آراء القائلين بأنه لا يقتضي التكرار فذكر أربعة أقوال نعم فعلى عدم التكرار لا يقتضي إلا فعل مرة أو يحتمل التكرار أو لا يدل على المرة والمرات أو الوقف فيما زاد على المرة والمرات أقوال يقول المسنثة على عدم التكرار أي على القول الثاني وهو قول الأكثر أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فما الذي يقتضيه الأمر المطلق أو رد أربعة أقوال القول الأول قال لا يقتضي إلا فعل مرة يعني أن الأمر المطلق تبرأ الذمة بفعل المأمور به مرة واحدة ولا يقتضي فعل أكثر من مرة إلا بدليل خارج عنه وقرينه وهذا القول الأول نسبه المؤلف في القواعد لأبي الخطاب مع أنه أتبع ذلك بقوله إن أكثر كلام أبي الخطاب على أنه يحتمل التكرار وهو القول الثاني الذي سيأتي بعد قليل وعلى عمم فإن هذا القول الذي نسبه المصنف في كتابه القواعد لأبي الخطاب قال به أكثر الحنفية فإنهم يقولون إن الأمر المطلق يقتضي الفعل مرة فقط ثم قال القول الثاني أنه يحتمل التكرار يعني أن اللفظ في الأمر المطلق يكون محتملا للمرة وللتكرار فهو دال عليهما معاً وهذا القول ذكر المصنف أن أكثر كلام أبي الخطاب يدل عليه وأنه قول أبي محمد التميمي في رسالته في الأصول وهذا الذي رجحه وانتصر له السمعان في كتابه قواطع الأدلة وكتاب قواطع الأدلة من الكتب الأصولية التي في الجملة على طريقة الفقهة وليست على طريقة المتكلمين فإن كتب الأصول تصنف باعتبار أهي على طريقة المتكلمين أم الفقهة إلى قسمين وذلك يقولون قال الفقهة من الأصوليين ومن أبرزهم السمعان في كتابه الجليل قواطع الأدلة وهو الذي رجحه أيضاً صاحب رفع الحاجب وهو ابن السبك القول الثالث للقائلين بعدم التكرار قال ألا يدل على المرة والمرات هذا هو الرأي الثالث فيكون اللفظ غير دال على المرة وهو القول الأول وغير دال على المرات وهو القول المقتضي للتكرار أو للمحتمل طيب ما الذي يدل عليه الأمر قالوا إن الأمر حينئذ يكون دالاً على طلب ماهية الفعل ولا تحصل الماهية إلا بالفعل مرة وهذا هو قول ابن الحاجب صاحب المختصر وقول الرازي وغيره من الأصوليين ونسبه المؤلف لابن قدامة قال إن ابن قدامة يرى هذا الرأي وهو أنه لا يدل على المرة والمرات القول الرابع قال أو أي بمعنى أن الأمر المطلق يدل أو يفيد الوقف فيما زاد على المرة والمرات وهذا الرأي الرابع أو القول الرابع يدلنا على أن مدلول الأمر عندهم التوقف وهذا في الغالب مبني على بعض أصول الأشاعر ولذلك فإن من أخذ بهذا القول وانتصر له هو إمام الحرمين والغزالي وقد قيل بهذا القول قبل أن يصنف كتابيهما لأن ابن عقيل ذكر هذا القول وهو التوقف وفسر التوقف بتفسير أنه لا يدل التوقف في مدلول الأمر على أنه لا يعمل بالأمر فيقول إن أهل الوقف لا يقولون إن لا نعقل مدلول الأمر وأنه يراد به فعل مرة وعدمها قال بل يقولون لا نعلم هل يراد الزيادة عليها أو لا يراد قال فوقفوا عن القول بالمرة فقط لاحتمال الأمر في الزيادة وهذا من باب التصحيح لعبارة المصنف فإن قوله لما ذكر القول القائلين بالوقف وأنهم يقولون إنه لا يقتضي المرة ولا المرات يعني لا يقتضي المرة فحسب ولا ما زاد لكنه يقتضي المرة من حيث الفعل وهذا التفسير الذي أورده ابن عقيل قال به أيضا ابن السبكي لما أراد أن يشرح قول الجوين والغزالي فإن لو قلنا بالتوقف لاقتضى ذلك لتعطيل أحكام الشريعة وليس ذلك مرادا بل إن ابن السبكي أرجع قول القائلين بالتوقف للقول الثاني وهو الاحتمال أنه يحتمل التكرار وقال هذا الذي يرجع إليه قولهم على العموم هذه المسألة من المسألة التي ينبني عليها من الفروع الفقية عدد كثير من المسألة أوردوا بعضها والخلاف في هذه المسألة بين الذين يقولون إن الأمر المطلق يقتضي التكرار والذين يقولون لا يقتضي التكرار بغض النظر عن تفصيل قولهم فمن المسائل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لمن سمع النداء أن يقول مثل ما يقول أي مثل ما يقول المؤذن وبناء على ذلك فلو أن امرأ سمع أذانين متواليين سمع المسجد الأول ثم بعده بدقيقتين أو ثلاث سمع الأذان من المسجد الثاني فهل يشرع في حقه تكرار الترديد مع المؤذن الثاني أم لا هذه المسألة بناها كثير من المحققين على قاعدة الباب وهي قاعدة أن الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا وممن بناها على ذلك من المالكية القرافي في الذخيرة والنووي في المجموع والشيخ تقي الدين عليه رحمة مرأة أو عليهم جميعا رحمة الله عز وجل فهؤلاء ثلاثة من ثلاثة مذاهب مختلفة بنوا الاختلافة في حكم هذه المسألة على قاعدة التي ذكرت لك وهذه المسألة عموما فيها خلاف بين السلف متقدم حكاه القاضي في شرحه لصحيح مسلم والأقرب عند من يقول إن الأمر يقتضي التكرار أنه يشرع الترديد مع المؤذن الثاني وأما القائلون إن الأمر لا يقتضي التكرار فإن هذه المسألة تدخل في المسألة ستأتين بعد قليل وهو إذا علق الأمر على شرط فهل يقتضي التكرار أم لا لأن الحديث إنما ورد معلقا على شرط والشرط ما هو إذا سمعتم الأذانة فقولوا مثل ما يقول فبعضهم جعل الحكم فيهما سوا فلا يقتضي التكرار وبعضهم كذلك من المسألة التي خرجت على هذه الباب وهي كثيرة جدا لا أريد أن أذكرها جميعا المسألة المشهورة في أن من كان تطهره بالتيمم لفقد حقيقي للماء أو حكبي هل يشرع له أو هل يلزمه أن يعيد التيمم عند كل صلاة مفروضة أم لا لأن الله عز وجل أباح لمن لم يجد الماء أن يتيمم إذا قام للصلاة فهل هذا فهل يشرع طبعا الوضوء يشرع التطهر ولا يلزم تكرار الوضوء لدليل دلنا على أنه لا يلزم أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس ولكن التيمم لم يرد فيه دليل فهل نقول إنه يتيمم لكل صلاة من الصلوات الخمس لظاهر الآية أم لا هذه المسألة فيها قولان وتعلمون أن مشهور مذهب أحمد أن من تيمم لصلاة من الصلوات الخمس إذا حضرت الصلاة التي بعدها فإنه يتيمم لها ولو لم ينتقظ وضوءه وعللوا ذلك بالآية وسأذكر وجه الاستدلال منها بعد قليل وبكون التيمم مبيحاً وليس برافع وجه الدلالة من الآية أن الآية أمرت بالتيمم عند القيام للصلاة وحضورها إذا لم يجد الماء ومن قال بأن الأمر يقتضي ويفيد التكرار فحينئذ تكرر الوضوء عند كل صلاة واجبة وبناء هذه المسألة على هذه القاعدة نص عليه أحد كبار فقهاء المسلمين وهو ابن القصار صاحب عيون الأدلة وكتابه عيون الأدلة هذا من نفائس كتب الفقه وهو من المالكية البغداديين وهو شيخ القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي مع أن تلميذه عبد الوهاب بن نصر اشترك معه في التتلمذ على شيخيهما معنوه أبو بكر الأبهر وهؤلاء الثلاثة أميز من ألف في الفقه من المالكية العراقيين بل قيل إن أغلب استدلال المالكية وتقعيدهم إن أغلب استدلال المالكية وتقعيدهم مبني على كلام هؤلاء الثلاثة وعيون الأدلة موجود جزء أو أجزاء منهم وهي موجودة ومطبوعة الفروع أيضا قلت لكم كثيرا جدا منها ما أوجبوه من مسألة إعادة المستحاضة للوضوء لكل صلاة لزوم تحفظها وغسلها النجاسة وذلك أن من كان حدثه دائم خفف عنه من جهتين من جهة عدم نقض الوضوء بخروج الحدث الدائم منه وخفف عنه بعدم لزوم التطهر من النجاسة التي تخرج منه والأصل فيه المستحاضة كما في حديث حمنتا وغيرها من النساء المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث هل تدل على لزوم التحفظ والتنفط في كل مرة أم تلزم وتلزم أيضا منها إعادة الوضوء أم لا لأهل العلم فيها قولان وبنى جمع من أهل العلم ومنهم بن رجب رحمه الله تعالى الخلاف فيها على قاعدة الباب والمسائل كثيرة جدا من المسائل مشروعية تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ورود ذكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي طبق الحنفية هذه القاعدة بحذافيرها وقالوا إنه لا يلزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة في العمر لا في صلاة فريضة ولا عند ذكره ولا لغير ذلك من الموجبات لأن الأمر في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقتضي الفعل مرة واحدة وغيره من أهل العلم يقولون هو واجب عند أحوال كالصلوات وعند ذكره يتردد بين الوجوب وبين الندب على خلاف أورده أهل العلم في محله نعم وعلموا هذه فروعها كثيرة جدا في التكرار من يخرج من المسجد ويدخل هل يتكرر في حقه لاستحباب مبني على هذه القاعدة نعم مسألة إذا علق الأمر على علة ثابتة وجبت تكرره بتكررها اتفاقا نعم هذه المسألة متفرعة على مسألة هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أم لا وذلك أن الأمر المطلق هو الذي لا قرنة فيه وهو الذي ليس فيه قرنة علة ولا شرط كذلك فهنا ليس مطلقا بل هو معلق على شرط أو معلق على صفة أو على علة بدأ في أول حالة فقال وإذا علق الأمر على علة ثابتة بمعنى أنها علة يصح أن يعلق الحكم عليها وسيأتنا إن شاء الله في باب القياس أنه ليس كل وصف يصح أن يكون علة ثابتة يمكن إناطة الحكم بها بل لا بد أن تكون علة بالشروط التي ستأتي من حيث الطرد والعكس وغيره يقول الشيخ وجب تكرره أي تكرر المأمور بتكررها أي بتكرر وجود العلة اتفاقا أي بلا خلاف بين أهل العلم والفقهة أو الأصريون بمعنى الأصح والأصريون في بحث هذه المسألة وهي مسألة الأمر المعلق على علة هل يقتضي التكرار أم لا أم لا لهم طريقتان الطريقة الأولى هي التي أوردها المصنف أن المسألة لا خلاف فيها وأنها قول واحد يجب تكرار المأمور بتكرر العلة وهذه هي طريقة المصنف وقد سبقه لهذه الطريقة ابن مفلح وابن الحاجب وغيرهم والطريقة الثانية للأصوليين في بحث هذه المسألة أنهم يقولون إن تعليق الأمر على علة حكمه حكم المسألة بعده وهو التعليق على الشرط أو الصفة فيكون فيها الخلاف الذي سيجده المصنف بعد قريب وهذه الطريقة هي طريقة الرازي ذكر اختلاف الطريقتين المرداوي في شرحه على التحرير نعم طبعا ولا شك أن القول بالاتفاق قول متجه إن لم يكن هو الذي عليه عمل الفقه جميعا وإن نقل عن بعض الأصولين خلاف ذلك وإن علق على شرط أو صفة فكالمسألة قبلها واختار القاضي وبالبركات وغيرهما التكرار هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى الحالة الثانية من الأمر الذي لا يكون مطلقا هو الذي يكون معلقا على شرط أو صفة هذه الجملة التي أوردها المصنف فيها استشكال من حيث البناء من جهتين الجهة الأولى من حيث بناء الجملة وتركيبها فإن قوله إن علق على شرط فيها استشكال حيث جعل هذه المسألة قرينة وفي مقابل التعليق على علة فجعل القسمة ثنائية التعليق على الشرط والتعليق على العلة وهذا غير دقيق فإن التعليق على الشرط أو الصفة قد يكون تعليقا على العلة إذ بعض الشروط التي علق عليها الشارع هي علل ولذلك فإن الأصوب أن تكون الجملة وإن علق على شرط أو صفة غير علة لكي يخرج كون المعلق عليه إلا وهذا التعبير أدق مما كما سبق وإن كان قد يكون مفهوما بدلالة الاقتران لكن العبارة تدلل بها أولى طيب الاستشكال الثاني في قول المصنف على شرط أو صفة كلمة أو صفة النسخ الخطية لهذا الكتاب وهو مختصر ابن اللحام بعضها تزيد كلمة أو صفة وبعضها تلغي كلمة أو صفة وكتب الأصول بعضها تثبته وبعضها تنفيه يعني تزيد كلمة الصفة أو لا فالذي يحدث كلمة الصفة يرى أن كلمة الصفة تشمل العلة وتشمل الشرط والذي يثبتها يجعلها من باب يعني الاختلاف والمغايرة طيب نرجع لكلام المصنف بعدما عرفنا فهم كلامه يقول المصنف وإن علق أي وإن علق الأمر الذي لم يعلق على علة على شرط وهذا أمثلته كثيرة فلو أن الشارع قال إذا طلع الفجر فصلي صلاة الفجر وإذا غربت الشمس فصلي المغرب وهكذا فإنه حينئذ يدل على التعليق على الشرط قال أوصفة حيث قلنا إن الصفة مختلفة عن الشرط فإن الصفة هي التي يكون بها الحكم كقول الله عز وجل الزاني وزانية فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة فجعل الجلدة معلقا على وجود الزنا أي على وصف الزنا يقول المصنف فكالمسألة قبلها قوله فكالمسألة قبلها ليس المراد كالمسألة في التعليق على العلة لأن المؤلف ذكر أن التعليق على العلة متفق على أن الأمر فيه يتكرر وإنما المراد فكالمسألة التي قبل التعليق على العلة وهي مسألة الأمر المطلق فيقول لما حكينا هناك في الأمر المطلق أن العلماء على قولين منهم من يقول إن الأمر المطلق يقتضي التكرار ومنهم من يقول إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فإن الذين قالوا يقتضي التكرار والذين قالوا لا يقتضي التكرار كلاهما لا يفرق بين كونه أمراً مطلقاً أو كونه أمراً معلقاً على شرط فالحكم عندهم سوى هذا معنى قوله فكالمسألة قبلها إذن المسألة ليست القريبة وهي التعريق على العلة وإنما المسألة التي عنونا لها بمسألة وهو الأمر المطلق طيب هذه الجملة وهو قوله فكالمسألة قبلها هذه إحدى الطريقتين في حكاية الخلاف في هذه المسألة إذ كما أن الأمر الذي علق على علة لأهل العلم فيه طريقتين في حكاية الخلاف فإن الأمر المعلق على شرط لأهل العلم طريقتين في حكاية الخلاف فالطريقة الأولى أنهم يقولون إن من قال إن الأمر المطلق اقتض التكرار يقول به هنا ومن قال إن الأمر المطلق لا يقتض التكرار يقول إن الأمر المعلق على شرط لا يقتض التكرار هنا وهذه الطريقة هي طريقة جماعة كثيرة من الأصوريين حتى يعني ممن قال بها بن عقيل وصحح هذه الطريقة المرداوي وقال هذه هي الطريقة الصحيحة التي عليها الأكثر من الأصوليين يقصد وهي طريقة الآمدي وابن الحاج وغيره الطريقة الثانية هي التي عبر عنها المصنف بقوله واختار القاضي وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن بعضا من الذين يقولون إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار قالوا في هذه المسألة إن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار فخالفوا المسألة السابقة ومنهم هؤلاء الثلاثة القاضي فإن القاضي صرح في أحد كتابيه وهو كتاب الروايتين والوجهين أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ثم قال بعده بقليل إنه إذا علق على شرط اقتضه لأن القاضي له قولان في المسألة وأبو البركات والمراد بأبو البركات المجد بن تيمية في المسودة فإنه رجح أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا إذا علق على شرط قال وغيرهما من فقهاء الحنابلة منهم بن عقيل ومنهم الشيخ تقي الدين فإن الشيخ تقي الدين يرجح في المسألة السابقة عدم التكرار والتكرار هنا وهذا معنى قوله واختار القاضي وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا أي في هذه المسألة طبعا الأمثلة أوردناها في مسألة الأمر المطلق كثير منها شبيه به في هذه المسألة شبيه به في هذه المسألة مسألة من قال الأمر للتكرار قال للفور بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جدا وهذه المسألة ذكر الطوفي أنها من ضروريات أصول الفقه ومعنى كونها من الضروريات أي التي يلزم كل من تعلم مسائل أصول الفقه أن يتعلم هذه المسألة وقد ذكرت لكم أكثر من مرة من بداية الدرس أن العلماء يقسمون مسائل أصول الفقه إلى قسمين وبعضهم إلى ثلاث أقسام مسائل ضرورية يلزم النظر فيها ومعرفتها ومسائل تحسينية والتحسينية التي من باب الاطلاع والعلم بها فيكون من باب التحسين وفي كثير منها قد تكون ثمرته قريدة والنوع الثالث مسائل ليست من أصول الفقه التي يسميها العلماء بمسائل حشو الأصول وحشو الأصول نوعان إن المسائل الكلامية عند من يرى أن أصول الفقه يجب أن يكون متعلقا بالمسائل التي ثمرتها فقهية وأما كثير من الأصولين فيقول يجب أن يكون في الأصول مسائل الكلامية وهذا مسألة مختلفة عنه هنا وللصنعان له كتاب طبيع باسم لم يسمه به مؤلفه فإن محقق هو الذي سماه بمزالق الأصولين ذكر شيئا من هذا الأمر وهو أن كثير من المسائل الكلامية ليست لها تعلق بأصول الفقه وبعضهم يعدوا حشو أصول الفقه المسائل التي لا تعلق لها بالأصول وإنما أضيفت من باب الثائدة كمسائل الإفتاء والمتعلقة بالمفتين والاجتهاد وغيرها إذن هذه المسألة من ضروريات أصول الفقه كما قلت لك وهذه المسألة هي مسألة هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو لا وعندما نقول إنه يقتضي الفور معنى كونه يقتضي الفور أي أنه يقتضي الشروع في فعل المأمور به عقيبة العلم بالأمر إذا تحققت شروطه فقولنا الشروع بالفعل هذا هو الواجب لأنه قد يمتد الأمر الثاني عقيبة أي بعد العلم بالأمر وقلنا إذا وجدت شروطه لأن المرأة قد يعلم به وهو دون البلوغ أو مما لا يكلف بالفروع الفقهية كالكافر أو يوجد له مانع شرعي أو حسي يمنع من امتثاله الأمر كالحيض ونحوه فحينئذ إذا انتفت الموانع ومنها القدرة على المال والقدرة على الركوب في الحج وغيره فهذا معنى قولنا إنه يفيد الفور طيب قبل أن نتكلم عن ما ذكره المصنف من خلاف أهل العلم ذكرت لك في البداية أن هذه المسألة متعلقة بالأمر المطلق وبناء عليه فإن هناك أوامر احتفت بها قراء إما تدل على الفور أو تدل على عدمه فمن القراء التي تدل على الفورية فلا تكون حينئذ داخلة في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فقوله تعجلوا إلى الحج يدل على لزوم فورية فعل المأمور وهذا صريح فيه وفي أدلة أخرى تدل على أن الحج للفورية القراء التي تدل على عدم الفورية قالوا متعددة من هذه القراء أو من أمثلتها لما أمر الله عز وجل بقضاء الصوم فقال فعدة من أيام أخر يقولوا لو لم يرد حديث لوجب قضاؤه عقيب رمضان أو عقيب زوال المانع مباشرة عقيب رمضان أي بعد العيد أو عقب زوال المانع من المرض والحيض ونحوه ولكن ورد الحديث وهو حديث عائش رضي الله عنها أنها قالت إنه يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم لو لهذا الحديث لقلنا إنه يجب عند من يقول بالفورية إنه يجب المبادرة إلى القضاء في شوال وقد صرح بهذا المعنى جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في كتاب الصيام يقول لو لا حديث عائشة لحمل أي لحمل الأمر في الآية على الفور وحديث عائشة إنما دل على الجواز إلى شعبان فقط فدل على أن تأخيره إلى رمضان الذي بعده يكون ممنوعا وهذه مسألة مهمة جدا وهو أن حديث عائشة لم يدل في الحقيقة على التراخي وجواز التأخير وانتبه لهذه المسألة حديث عائشة لم يدل على ذلك وإنما دل على أن قضاء رمضان أنه من الواجب المؤقت الذي له حد لمنتهى فعله انتبه لهذه المسألة الدقيقة لأن فيها فهم مهما لفقهاء الحنابلة فيه وضح الاستدلال من حديث عائشة إذا فهمت ما قلت لك قبل قليل كيف أن حديث عائشة دل على ما ذكرت فإن أكثر أصحاب الإمام أحمد يقولون لا يوجد في الشريعة دليل يدل على التراخي المطلق بل كل الأوامر الشرعية إما أن تكون على الفور وإما أن تكون مؤقتة بمدة لا يوجد تراخي مطلق أبدا ينفون الوجود وبنوا على نفي الوجود إثباتهم الجازم بأن الأمر للفور مطلقا وهذا استقرائي فقالوا لا يوجد أي مثال يوجد فيه أن الأمر على التراخي وإنما لا توجد أي قرينة ومثال يدل على أن الأمر التراخي فحيث لا توجد قرينة وإنما القراءة إما الدالة على الفورية أو مطلقة فنقول كل الأوامر على الفور هذا كلامهم وهذا من أقوى الأدلة لهم في هذه المسألة يقول الشيخ من قال بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأقوال في المسألة مع التنبيه لمسألة جميلة وهو أن مسألة الأمر الفورية لها تعلق بالتكرار وأن لها بناء عليها فقال من قال الأمر للتكرار قال للفور يقول الشيخ إن الذي يقول أن الأمر المطلق يقتضي التكرار فإن لازم قوله أنه يقول إن الأمر المطلق يقتضي الفورية إذ التكرار يستلزم فعله مرة بعد مرة ولا يتحقق التكرار إلا مع الفورية إذ لو أبحنا له التراخي في الفعل لم أوجد التكرار لأن حقيقة التراخي ومآله إلى الفعل مرة وهذا صحيح وبناء عليه فإن قول أكثر أصحاب الإمام أحمد كما تقدم معنا أنهم يقولون إنه للتكرار فكذلك يقولون إنه للفورية إلا بعض أهل العلم ذكرت لكم أسماءهم قبل قليل ومنهم موفق والشيخ تقي الدين وجماعة يقولون إنه لا يفيد التكرار وسيفرع على قولهم الشيخ بعد قليل نعم واختلف غيرهم فذهب الأكثر للفور وللتراخ عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله نعم يقول الشيخ واختلف غيرهم المراد بغيرهم هم الذين يقولون إن الأمر لا يقتضي التكرار وقد ذكر المصنف هناك أنهم قول الأكثر وممن قال وهو الجمهور وممن قال بهم من أصحاب أحمد القاضي في أحد كتابي وهو كتاب الروايتين والوجهين ومنهم الموفق ومنهم أبو البركات ومنهم الشيخ تقي الدين وغيرهم ممن تقدم ذكرهم يقول واخترف غيرهم أي القائلون أي أن القائلين بأنه لا يقتضي التكرار اختلفوا على قولين فمذهب الأكثر أي أكثر القائلين بأنه لا يقتضي التكرار أنه يفيد الفور وهذا مذهب المالكية جزما نص عليه جمع منهم ممن نص على ذلك القاضي عبدالوها في أكثر من كتاب من كتبه ابن يونس في كتابه الذي طبع مؤخرا من سنتين أو ثلاث وهو شرح المدونة المسمى بالجامع وهذا الكتاب ابن يونس يسميه المالكية بالمصحف لا لكونه يعني كالمصحف قيل المصحف لنصاعته لأجل ذلك سموه بالمصحف عندهم على العموم نص عليه ابن يونس في كتابه الجامع شرح المدونة وغيرهم على أن هذا هو قول أكثرهم وكذلك أكثر الحنفية وأكثر الشافعية على هذا القول وإن قالوا هناك بعدم التكرار كما ذكر المصنف فقالوا إنه يقتضي الفور هذا القول الأول قالوا القول الثاني للتراخي وهذا قيل إنه كما ذكر المصنف عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله طيب قوله والتراخي الذين يقولون بالتراخي يقولون معنى التراخي أي التأخر في الامتثال للفعل المأمور به إلى آخر زمن يمكن أن يقع فيه وهو آخر حياة المسلم أو قبل فقده عقله وقول المصنف إنه قول أكثر الشافعية ذكر الجويني في البرهان أنه باستقراء كلام الشافعي وتفريعاته الفقهية قال الأليق بمذهبه أنه على التراخي لا على الفور وإن لم يصرح به الشافعي في كتبه في الأصول وفي الفرون ولكن استقراءا من النصوص الشافعي ومن جزم به الباقلاني في التقريب وغيره ولم يقل به من المالكية يقولون إلا المغاربة مغاربة المالكية والمالكية إذا أرادوا أن يصنفوهم يصنفوهم من ثلاثة أقسام العراقيون والمصريون والمغاربة وغالبا المغاربة في فترة معينة يكونون ملحقين بالمصريين فإن تفقهاهم كان في أغلبها على المصريين كعبد الرحمن بن قاسم وأشهب وغيره وغالبا طريقة المغاربة والمصريين في مذهب مالك متقاربة بخلاف العراقيين الشافعيين انقسمون إلى مدرستين كذلك خرسانيون وعراقيين انقسمون إلى خرسانيين وعراقيين ثم بعد ذلك جاء الجمع بينهما قيل وأول من جمع بين الطريقتين إمام الحرمين في النهاية وخيل قبله وقيل بعض المؤلفين قبله وأما أبوه أبو محمد الجوين فكان على طريقة الخرسانيين الحنابلة كذلك لهم طريقتان طريقة الخرسانيين والعراقيين الحنفية لهم في الأصول طريقتان وفي الفقه طريقتان أو ثلاث وهكذا إحدى الطريقتين تسمى طريقة السمر قنديين وهكذا بل إن الخرساني عند الشافعين قسمون إلى قسمين المراوزة تنميذ القفال لهم طريقة وهكذا نعم العموم أنا أردت أن أبيلك أن بعض المدالس تنسب إلى البلد كما أن بعض المدالس تنسب للأشخاص طيب نرجع إذن هذه المسألة الذين قالوا بأنه للوقف وذكرنا أما الحنابلة الذي نسبهم قالوا عن أحمد مثله قوله عن أحمد أي أنه نسب لأحمد رواية أخذت من قوله لما سئل هل يفرق قضاء رمضان أم لا فقال نعم يفرق لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر فاستدل بالأمر المطلق على جواز التفريق فأخذ منه القاضي كما في العدة أن ظاهر هذا الكلام أنه يجوز بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي الفورية وإنما يقتضي التراخ وواضح أن وجل السلام من كلام أحمد ولكن نقول هذا ليس بلازم لأن هناك الدليل والقرينة التي دلت على أن قضاء رمضان هو من الواجب المؤقت الواجب المؤقت كما ذكرت لك وأنه يجوز تأخيره إلى آخر وقته وهو إلى رمضان الذي قبل بعده نعم وقال وقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل وقيل بالوقف وإن بادر نعم يقول الشيخ وقال الإمام والمراد بالإمام كما هو منهج المؤلف غالبا إمام الحرمين في كتابه البرهان فقال إنه يرى أن هذا للوقف وهذا أيضا التوقف قول كثير من الأشاعرة وهذا مبني على قولهم إن الأمر ليست له الصيغة فلا يقفضي بذات لفظه الدلالة على معنى وقوله لغة بمعنى أن اللفظة باعتبار اللغة لا يدل على شيء لكن الشرع قد دل على وجوب الامتثال إما بالفورية أو على التراخ كما نسبه الجويضي للشافي وذلك قال فإن بادر امتثل فيتحقق به الأمر الشرعي قال وقيل وهذا أيضا من أقوال الذين يقولون بالوقف قال وقيل بالوقف وإن بادر وهذا القول ذكره الجويني كذلك ونسبه للغلات من الواقفة وذكرت لك أن الواقفة هم أشاعر كما نصع المرداوي وغيره فالغلات منهم قالوا بذلك وهذا دلنا على مسألة وهو أن بعض أو كثير من المسائل التي بنى عليها الأشاعرة مذهبهم وخاصة في مسائل الكلام لوازم قولهم تقتضي أمورا خطيرة سواء في الأمور التكليفية مثل وقفنا وإنبادر أو في الأمور الاعتقادية حتى إن بعضا من المتأخرين ذكر أنه قد يكون لازم قولهم في الكلام النفسي أن مطلق اللفظ بالقرآن شوف ولا أقول لفظ الآدمي فيكون داخل في خلق أفعال العباد أن مطلق اللفظ بالقرآن مخلوق قال ولكن لا نقول ذلك لكل أحد وإنما يقال في مقام التوضيح المذهب وهذا يدل على أن باب الاعتقاد يجب أن يبعد فيه عن المسائل الكلامية ويجب علينا أن نؤمن بما أنزله الله عز وجل وهذا معنى قول أهل العم لما ذكروا أن هذه الأمور من المتشابه أن يجب الإيمان بها وبالأمر المشترك المتواطئ من المعنى المسلم دون النظر في الجزئيات والكيفيات إذ الخوض في الجزئيات منهي عنه فيجب الإيمان بالمتشابه وبعض الطلبة العلم لما يرى بعض الأصولين يقولون أن أسماء والصفات من المتشابه يظن أنك لا تؤمن بها وإنما تؤولها أو تفوضها وليس ذلك مرادهم جزما بل مرادهم الإيمان إذ المتشابه يقتضي الإيمان والله عز وجل لا يحدثنا ويخبرنا بأمر إلا ونعلم معناه ولكن كمال الحقيقة لم يبينها الله عز وجل للابتلاء ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فلا بد من الإيمان بالغيب في أمور كثيرة خبرية ومنها ما يتعلق بالآخرة ومنها ما يتعلق بالجبار جل وعلا إذن هذا قول في غاية السقوط وهو قول الغلاة من الواقفة وهذا يعني أنكره أيضا المحققون ومنهم الجويني في كتاب التلخيص وأغلب ما في التلخيص هو من كلام الباقلاني وقال إن هذا القول يقتضي إلى أو يفضي إلى خرق الإجماع وأنه يلزم منه التناقض هذه المسألة وهي قضية الفورية ينبني عليها مسائل كثيرة جدا جدا يعني عندنا ينبني عليها مسائل فروعية وينبني عليها مسائل كلية نبدأ بالمسائل الفروعية ثم أبدأ بالمسائل ثم أذكر بعض المسائل الكلية من المسائل الفروعية مسألة هل الحج يجب على الفور أم التراخي وهذه واضحة هل الزكاة واجبة على الفور أم على التراخي والذين قالوا إنه على الفور وهم جماهير أهل العلم لهم مسالك ما هو الأمر ما هو الوقت الذي يكون فيه الامتثال عقيد الأمر فبعضهم يقول كما قال الطحاوي يقول لو أنها وجبت عليه في أول النهار فأخره إلى آخرها فإنه يكون آثما لأنه حينئذ لم يمتثل فورا وبعضهم يقول ساعة واحدة التأخر وبعضهم يقول يوم بليله ونهاره والقول الأول يقول يوم بطرفيه فإذا وجب عليه في أول النهار وجب أن يخرجها قبل نهايته وهذه الأقوال الثلاث وغيرها من الأقوال الوالدة في الباب هي متعلقة في ضبط الوقت متى يكون عقيبة إمكان الانتثال مع وجود الشرط الذي هو حولان الحو من الأمثلة أيضا متعلقة بالفقية قضية الكفارات من وجبت عليه كفارة يمين أو أي كفارة من الكفارات هل الكفارة وجوبها على الفور أم لا فيه روايتان في مذهب الإمام أحمد قيل إنهما مخرجتان على هذه المسأة والمشهور وظاهر المذهب كما عبروا أن الكفارات على الفور فكل من وجبت عليه كفارة فيلزم أن يبادر إلى قضائها أيضا النذور قيل إنها على الفور كذلك كذلك المسأل وسيأتي تفريع عليها بعد قريب المسأل الكلية قضية تعريف اللقطة ومر معنا في درس الفقه أن الذي يلتقط لقطة يجب عليه أن يبادر إلى تعريفها لأن تأخره في التعريف يكون لعدم الفورية وهكذا أمثل كثير جدا المبنية على كونه للفورية وأغلب أهل العلم على أن الأمر للفورية إلا ما نقل عن كثير من الشافعية أو أكثر الشافعية ونسب لهم في الأصول أنه ليس للفورية مع أن الذين يعني ناقشوهم أثبتوا أن فروع الشافعية في كثير منها تقتضي الفورية وأنهم إنما بنوا نسبة هذا القول المذهب الشافعي بناء على فرعين أو ثلاثة ومنها الحج لأن الشافعي قال إن الحج قد وجب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمتثلهم مباشرة بل امتثل بعد سنة والحقيقة أن هذا عندهم ولو لدى ندخل في الاستدلال كثيرا كما ذكرت لكم في أول درس أن هذا مبني على دليل إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج سنة لعلة وهو عدم موافقة الحج في الزمان لما كان عند الله عز وجل ذكر ذلك ابن القيم في الزاد وذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي مناد في الحج أو قال عليه الصلاة والسلام إن الله إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا ثم تلقوا لله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وذلك أن قبل تلك السنة كان الناس ينسأون في الحج ففي كل بضعة سنوات يؤخرون شهرا وكان لا ينسأوا من العرب إلا أشخاص معينون فذكروا في السير أن السنة التي فرض فيها الحج وحج فيها أبو بكر كان وقوفهم في الحج كان في شهر القعدة ولم يكن في شهر الحجة فلما وافق الحج عند العربي ما عند الله عز وجل حج النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن الشهر عندهم كما هو عند الله عز وجل واستمر إلى وقتنا هذا بالإجماع والنقل المتواتر على ضبط الشهور بعد ذلك طيب من ثمرة هذه المسألة في المسائل الكلية أمور كثيرة جدا من هذه المسائل المهمة أولا أننا حيث قلنا إنه للفورية فإن تأخيره عن وقت الفور يأثم به صاحبه وهذه واضحة من غير عذر ثم بني على ذلك مسألة أن الذين يقولون يجوز التأخير عن الفور هل يلزمه العزم أم لا ولهم في ذلك مسلكة من الفروع المبنية على ذلك أو من القواعد ولا أقول من الفروع إنما أقول من القواعد المبنية على ذلك مسألة استقرار الوجب في الذن وعدم سقوطه وبناء على ذلك فإن من وجبت عليه الزكاة في وقت ثم تلف المال قبل إخراجها فإننا نقول إن الزكاة واجبة في ذمته وتلف المال وهلاكه ليس مسقطا للزكاة لو أن مرأة وجبت عليه الزكاة فأخرها إلى الغد وقد وجبت عليه ألف ريال زكاة فلما جاء الغد إذ بماله كله قد جاءته آفة فأهلكت نقول وجب في ذمتك الألف ولا تبرأ ذمتك حتى تخرج هذه الألف فإذا ملكت مالا أو يلزمك أن تقترض فتخرج هذا الدين الذي وجب في ذمتك فدين الله أحق بالوفا من الكليات المتعلقة بهذه المسألة أنهم يقولون إنه إذا استقر الوجوب على الشخص وهنا مسألة يعني تجاوزتها أنهم يقولون إن الاستقرار يكون بأول الوقت أنه إذا استقر الوجوب على الشخص ثم عجز عنه فإنه ينتقل إلى بدله إن كان مما له بدل في الصورة الأولى لا بدل له وفي الصورة الثانية له بدل من أمثلة ذلك أن العلماء يقولون إن من وجب عليه الحج ولم يحج ثم عجز عنه فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه لأنهم باب البدل فهو واجب عليه فلو عجز ببدنه وجب أن ينيب بل لو عجز بماله وبدنه معا وجب عليه كذلك فيبقى في ذمته المال أو يتصدق عنه ورثته بعد ذلك من الفروع المهمة المتعلقة بهذا أنهم يقولون إذا كان الواجب في وقت مضيق فإنه لا يصح التطوع بجنسه وبعضهم يقول إنه لا يجوز التطوع بجنس الواجب للفور فمن وجب عليه واجب للفور فلا يجوز له أن يتطوع بجنسه ولماذا عبرت بالطريقتين لإخراج السنن التي تصل أمام قبل الفرائض وهذه المسألة يعني فيها كلام لأهل العلم في هذه المسألة كثير جدا مسألة الأمر بشيء معين نهي عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثر وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما وعند المعتزلة لا يكون نهيا عن ضده لا لفظ ولا معنى بناء على إرادة المتكلم وليست معلومة نعم بدأ المصنف في مسألة متعلقة ب هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا وهذه المسألة أريد أن ننتبه لفرق بين جزئيتين لكي نفهم ما المراد بهذه المسألة يجب أن نعلم أن أهل العلم قد اتفقوا على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه التي يكون منها أي من اللوازم فعل الضد له المنهي عنه هذا المتفق عليه فالامتثال للأمر يلزم أن يكون بفعل الأضداد ولكن السؤال هنا هل الأمر بالشيء أمر كذلك بالضد أم ليس أمرا به بمعنى هل اللازم للأمر مأمور به شرعا أم ليس مأمورا به هذا معنى كلامهم ويترتب عليه قضية الإثم وترتب عليه الشيء سأذكرها في النهاية ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المسألة فيها قولين أو فيها قولان وهناك قول ثالث سأريده للشيخ تقي الدين جمعا بين القولين وهذه المسألة لها تعلق بقاعدة سبق ذكرها وأطلت فيها بعض الشيء وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وممن نص على أن هذه المسألة متفرعة على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الشيخ أبو إسحاق الشرازي في شرحه لللمع وكذلك الشيخ تقي الدين نص على هذا وغيرهم نص على ذلك القول الأول ذكر المصنف أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى والقول الثاني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ والمعنى هذان قولان وأرد ثالثا وأنا سأرد رابعا عفوا نبدأ بالقول الأول هو أن الأمر بالشيء بالشيء المعين طبعا نهي عن ضده قوله نهي عن ضده سواء كان ضده واحدا أو كان متعددا لا فرق في ذلك وسواء كان مطلقا أو معلقا قوله من حيث المعنى لللف يعني أن اللفظ في ذاته لم يدر على الأمر لأن هناك فرقا بين افعل ولا تفعل فلو قلنا إن افعل هي نفسها لا تفعل دلنا ذلك على أن الأمر لا صيغة له كما هو قول أشاعره كما سيأتي ولكن نقول هو دل عليه من حيث المعنى وأما اللفظ فإننا نفرق بين نفعل وبين لا تفعل وقول المصنف رحمه الله تعالى عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم في هذه المسألة وهذا قول الحنابلة جميعا أو أغلب الحنابلة من نص عليه التميمي ثم القاضي وأبو البركات بل قد جزم بعضهم كابن الحافظ في كتابه التذكرة أن هذا مذهب أهل السنة جزما وقد أخذ ذلك من كلام أحمد حينما قال إن المصلي لا يتنحنح في صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء يقول القاضي أبو يعلى قال فجعل أحمد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحتاج المصلي شيئا في صلاته بالتسبيح والمرأة بالتصفيق جعله نهيا عن النحنحة وذلك نخرج عن درس قليلا التنحنح في الصلاة من غير حاجة منهي عنه بل إن بعض أهل العلم يقول إنه إذا تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطرت صلاته لأن أقل كلام يوجد في كلام العربي ما كان من حرفين كعي وفي وغيرها فلو قال فبان الهمز والحاء أو حم فبان الحاء والميم أو حم فبان الحاء والميم بطرت صلاته عند كثير من أهل العلم ولذا فإنك تعجب من بعض الشباب عندما يكثر النحنحة في صلاته من غير حاجة وهذه من الأشياء التي تعرف بها صلاة طالب العلم أو الفقيه من غيره بكثرة التنحنه من غير حاجة ولكن قد يعفى منه لأن كثير من الناس لا يعرف الحكم فلا نقول ببطلانه لكن نقول منهي عنه وأنه يشمل الكراهة والتحريم كما مر معنا سابقا طيب إذن هذا القول الأول هو قول الأكثر وجزم بهذا القول أبو بكر الباقلاني ومن رؤوس المتكلمين وبعض المعتزلة أيضا نصوا على ذلك وإن خالفوا فيما قبل القول الثاني الذي أورده المصنف قال وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ أي أنه أي أن الأمر نهي عن ضده من جهة اللفظ نفسه وبين المصنف قال بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما إذ الأشاعر يقنون قوله افعل ولا تفعل سوى فالكلام نفسي طبعا ويتكلمون عن كلام الجبار جل وعلا فعندهم هذا كلام النفسي في كلام الجبار جل وعلا فالمأمور به هو عين المنهية عنه وهذا القول طبعا لا شك أنه غير صحيح وله لوازم كثيرة جدا ليست مقبولة ولذا فإن بعضا من الأشاعرات خالف أصله في هذه المسألة ثم ذكر القول الثالث وهو عند المعتزلة وبين سبب بعد قليل قال لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى ثم بين سبب ذلك قال بناء على إرادة متكلم وليست معلومة أي أن المعتزلة يشترطون لكي يكون الأمر أمرا أن تكون فيه إرادة كما سبق معنا في الدرس الماضي قال وليست معلومة لنا فحينئذ لا يكون الأمر نهيا عن ضده مطلقا طبعا وهذا الكلام له لوازم فحيث قلنا إن من شرط الأمر أن تكون له إرادة كما فسرها بتفسير المعتزلة والإرادة الكونية للإرادة الشرعية فإن الآدم لا يعلم الإرادة إلا بعد وقوع الفعل فحينئذ يقتضي قولهم عدم وجود أمر يعلم المكلفون أنه أمر لأنك لا تعلم بوجود الإرادة إلا عند وجود الفعل وهي الإرادة الكونية بزعمهم وهذا غير صحيح هذه الأقوال الثلاثة أوردها المصنف وهناك قول رابع ذكرها الشيخ تقي الدين هو قول الأول لكنه بتفصيل يسير فقال إن حقيقة هذا القول أو حقيقة هذه المسألة أن الأمر بالشيء أمر بضده من باب اللازم لا من باب المقصود وهناك فرق بين الأمر اللازم والأمر المقصود يعني أنهم باب لازم الشيء ووسيلته لا من باب مقصوده ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب على هذا الخلاف مسألة وهي أن من ترك النهي الذي هو ضد الأمر هل يأثم عليه الشخص أم لا؟ فعل القول الأول عفوا من فعل النهي الذي هو ضد الأمر هل يأثم أم لا؟ عفوا من فعل الضد عفوا من فعل الضد الذي هو ضد الأمر هل يأثم عليه أم لا؟ على القول الأول يأثم وعلى القول الثاني يأثم وعلى قول المعتزلة لا يأثم وعلى التفصيل الذي اختاره الشيخ الإسلام وذكر أنه مذاب أهل السنة لا يأثم كذلك إذ لا يأثم المرء إلا على الأمر المقصود لا على ما كان من على سبيل التبع وهذا نفس الكلام الذي ذكرت لكم في قضية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هل يكون واجبا من باب القصد أم من باب اللزوم وتفصيل شيخ تقي الدين في تلك المسألة والفروع التي فرعت عليه في ذلك المحل والحقيقة أن هذا التفريع يزير إشكالات كثيرة إذ كثير من المسال الصورية بنيت على هذه فيقول إن من المسائلة استشكلت حتى إن بعضهم لم يجد حلا فيها قول الكعبي الذي مر معنا قبل حينما قال إن المباح مأمور به كيف؟ قال لأن فعل المباح ضد لاجتناب المنهي وحيث قلنا إن اجتناب المنهي مأمور به فيكون فعل المباح مأمورا به ولذلك فإن بعضا من غير المعتزلة حارف الرد على الكعبي وجوابه ما قلنا قبل قليل أنه ينقسم إلى قسمين أن ضد المأمور به منهيج عنه من حيث اللزوم لا من حيث القصد نعم وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر إن قيل مأمورا به حقيقة نعم يقول الشيخ أن العلماء كم مر معنا في الدرس الماضي لهم قولان هل المندوب مأمور به أم لا وقلت لكم أن عبارة مؤلف لم تكن موفقة فإن المجزوم به في مذهب الإمام أحمد وهي طريقة علماء أهل الحديث أن الواجب والمندوب كلاهما مأمور به حقيقة لا مجازا وإنما يكون الأمر مجازا في المعاني الزائدة على الوجوب والندب والإرشاد لأن الإرشاد ملحق بالندب فإنه لا يكون فيه الأمر حقيقة كالمباح والتهديد وغيرها من الأمور الأخرى التي يكون في كثير من صورها مجمع على أنه مجاز فيه إذن هذه المسألة المفرع على قول الحنابلة أن الأمر يشمل الوجوب والندب الأمر الحقيقي يشمل الوجوب والندب يقول الشيخ وأمر الندب كالإجاب عند الأكثر إن قيل مأمور به حقيقة يعني أن المأمور به ندبا يكون كالمأمور به إجابا من حيث أولا أنه يقتضي التكرار ثانيا أنه يقتضي الفورية أما اقتضاءه التكرار فواضح فكل أمر ندبنا إليه يستحب تكراره وهذا واضح وأما الفورية فقد استشكلت ووجه الاستشكال أننا قلنا إن الأمر الواجب حيث قلنا بالفورية إذا تأخر عن الفورية فإنه يأثم طيب المندوب إذا قلنا إنه مندوب على الفورية فما الذي يترتب عليه نقول يترتب عليه أنه لا يكون ممتثلا كمال الامتثال وهذا ملحظ جميل ذكره بعض محقق الحنابلة أن الفورية في المندوب يقتضي عدم فعلها أن فاعل المندوب ليس ممتثلا كمال الامتثال ولذلك فإن من أتى المندوب مبادرا وأتى به عقيب سماعه للأمر النادب له فإن امتثاله يكون أتم وأكمل وهذا الذي فعله الصحابة في مواضع كثيرة جدا أكان حينما يأتيهم الأمر سواء كان الأمر أمر وجوب أو أمر ندب يمتثلونه حتى إن بعضهم قد يخالف بعض الأعذار المبيحة علي عندما حمل الراية وقال الله عليه الصلاة والسلام لا تلتفت فخاطب الله عليه الصلاة والسلام وهو غير ملتفت ابن مسعود لما دخل مسجد الله عليه الصلاة والسلام وقد سمع الله عليه الصلاة والسلام يقول للناس اجلسوا فجلس سادا باب المسجد هذا من باب امتثال المندوب مباشرة وهو من باب كمال الامتثال وهو الفورية فيه وهذا هو الصحيح أننا نقول إن الأمر حقيقة في الندب وحيث قلنا إنه حقيقة في الندب فإنه يكون للتكرار ويكون للفورية كذلك نعم والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده على الخلاف نعم يقول الشيخ والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده أم لا قال على الخلاف السابق فيكون الخلاف على ثلاثة أقوال التي حكاها المصنف القول الأول أن النهي عن الشيء هو نهي عن أحد أضداده عفوا أن النهي عن الشيء هو أمر بأحد أضداده إن كان له أضداد متعددة وأما إن كان له ضد واحد فيكون حينئذ نهيا فيكون أمرا بهذا الضد معنا لا لفظة وهذا القول الأول القول الثاني قول الأشاعرة أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده إن كانت له أضداد لفظا ومعنى والقول الثالث وهو قول المعتزلة أن النهي عن الشيء ليس أمرا بأحد أضداده فهذه الأقوال الثلاثة فقوله على الخلاف أي على الخلاف السابق فأل هنا العهدية طيب القول الرابع الذي لم يرده المصنف ما ذكرها الشيخ تقي الدين استقراءا وكلام الشيخ الإسلام في هذه المسألة يرده بأكثر من موضع وأوسع موضع وضح فيه هذا الكلام في كتابه در التعارض في كتابه در التعارض وهو رد طبعا في الأساس على الرازي يقول الشيخ أن النهي عن الشيء نهي عن الفعل المقصود ويستلزم ذلك يعني باب السلزام الأمر المشترك بين الأضداد كلام الأصوليين يقولون نهي عن أحد الأضداد والشيخ يقول لا بل يجب أن يكون عن الأمر المشترك بين الأضداد الذي من ترك الأمر المشترك عفوا من فعل الأمر المشترك فإنه يكون منتهيا عن الفعل وتعبير الشيخ أدق الحقيقة ومراد الحنابلة ذلك جزماً لكن تعبيره أدق من تعبير فقهاء الحنابلة نكون بذلك أنهينا هذه المسألة والأسبوع الماضي أطلت عليكم وقد أرسل لي ثنين من الإخوة يقولون أطلت علينا جداً فلعلي أقف عند هذه الجزئية وإن كنت يعني يعني لم أصل الحد الذي أريده لكن لعلي أقف عند هذا الجزء وخاصة أن الإخوة اليوم كانوا صائمين لكن إن شاء الله الأسبوع القادم ينهي الأمر كاملاً والنهي معه بإذن الله عز وجل أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيه أسئلة والله هذا أخونا يقول إذا قرأ الإمام آيات فيها تعظيم للرب وآيات تسبيح وآيات عن الجنة والنار هل يسبح ويستعيد أم أن هذا في قيام الليل فقط لا يشمل صلاة الفريضة طبعاً الحديث الذي جاء أظنه حديثة كان في سؤال الجنة والاستعاذة من النار عند ورودهما في مذهب أحمد روايتان الرواية الأولى أنه خاص بالنافع ليس في قيام الليل وإنما جعلوه خاصاً في النافلة والرواية الثانية أنه في النافلة والفريضة معاً وهذا مبني على قاعدة مشهورة جداً هل ما ثبت في النافلة يثبت بالفريضة ولا عكس أم العكس أن ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة ولا عكس والمسألة فيها قولان في هذا الباب ولكن على العموم الذي كان يفتي به الشيخ سألت الشيخ من باز عنها فقال إنه يجوز في الفرض وفي النافلة عموما فأقرب الأقوال في هذه المسألة أنه يشرع في الفرض وفي النافلة وهذا يعني مبني على القاعدة أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفرض ما لم يدل الدليل عليه هذا أخونا يقول هل يجوز قبول مال من حكومة غير مسلمة مع شبهة طريقة أخذ المال من حيث الضرائب غير المشروعة نقول إن الشخص إذا أخذ مالا من حكومة غير مسلمة فالنظر فيه من جهتين باعتبار كسبها المال هي وباعتبار طريقة اكتساب هو للمال منها إذن عندنا النظر من جهتين باعتبار كسب الحكومة وهو الذي سأل عنه أخونا بأنها قد تكون قد أخذت المال من طريق محرم كربة أو مكوس أو على بيع خمور وخنازير وأخذ مكوس عليها وهي الضرائب فهذه نقول لا أثر لها إذ القاعدة عند الفقهة رحمه الله تعالى أن العبرة ليست بالشخص وإنما العبرة بالعقد معه وهنا الأمر الثاني سأذكره بعد قريب ويدل على ذلك حديث عائشة أنها ذكرت أن بريرة رضي الله عنها نزلت فيها ثلاث سنن ومن هذه السنن أن أهلها قالوا إن عائشة تشتريها ويكون الولاء لهم فاشترطوا الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا ليس هذا السنن وإنما من السنن التي نزلت في عائشة في بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن اللحم الذي تصدق عليها صدقة لها وهدية لنا فدل ذلك على أن تبدل سبب انتقال الملك يقوم مقام تبدل سبب وصف الملك بكونه حلال أو بكونه حرم النظر الثاني أننا ننظر لهذا المال باعتبار طريقة كسبه فمن كسبه بطريق مباح من تلك الحكومات بأن يكون مستحقا للضمان مثلا إن كانت الدول تصرف ضمانا أو لإعانة أو لغير ذلك من الأوصاف من غير غش وكذب وتدليس فإنه حينئذ يستحق وأما إن كان بكذب أو بتدليس فلا يجوز لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا العقد يجب الوفاء به مع المسلم ومع غير المسلم ولا يجوز الكذب في أمور سواء باب الإخبار في شرط معينة لأجل أن يكتسب به المال سواء كان قد أخذه من مسلم أو من غيره هذا أخونا يقول إذا كان الأمر للفور وهو قول جماهير أهل العلم فهل يجوز فعل الصلوات من جنس الصلاة أم لا لم أفهم هذه القاعدة المبنية على الفورية وعدمه فهل يجوز فعل الصلوات من جنس الصلاة أم لا نعم فهمت قصدك لما قلنا أن الأصل في الفورية أن الأصل أن الأمر للفورية فحينئذ كل أمر دل على الوجوب فيجب الفورية فيه هذا هو الأصل إلا إذا دل الدليل على جواز تقديم شيء عليه وبناء ذلك أصبحت الفورية عندنا لها أحوال الحال الأولى أن يكون الأمر مؤقتا بمدة وقد ذكرت لكم من كلام فقهاء الحنابلة أن الأمر المؤقت ليس أمرا على التراخي ولكنه أمر مؤقت فحينئذ يكون موسعا فيجوز في الأمر المؤقت أن تقدم السنن على فعل الواجب ما لم يضق الوجوب إلا عنه فقط فلو أن شخصا أخر قضاء رمضان إلى شعبان ولم يبقى له إلا خمسة أيام نقول لو صمت في هذه الأيام الخمسة الأخيرة نافلة لم تقبل منك ومثله في الصلاة فلو أن امرأ أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وأراد أن يتطوع نقول لا يجوز ولا تصح صلاة التطوع كذلك لما؟ لأنه حينئذ أصبح وقتا مضيقا هذا واحد اثنين إذا كان الأمر غير مؤقت وإنما كان أمرا مطلقا وقلنا إن الأمر في الشريعة كما قرره أكثر الحنابلة إما أن يكون مؤقتا وإما أن يكون مطلقا فحيث كان الأمر مطلقا فلا يجوز التنفل قبل فعل الواجب الفوري ولذا فإن من أراد أن يتنفل بنا بحج لم يصح بل يجب أن يأتي بفرزه وقالوا هنا تنقلب النية إلى الفورية تنقلب النية إلى الفرض ولم يقبل قلب النية من غير قصد من الناوي إلا في الحج لمعنى ذكره في محله إذن أصبحت الأوامر نوعان مؤقتة وغير مؤقتة وهي مطلقة فالمطلقة لا بد من الاتيان بالفور ولا يقبل الصدقة ولا يقبل التنفل بشيء قبله وأما المؤقت فإن المؤقت إذا ضاق الوقت عنه لا يقبل الاتيان بالنافلة هذا معناه كلامهم في هذه المسألة والمسألة على هذا التفصيل هو أقرب التفصيلات وهي مسألة تحتاج إلى تفصيل كذلك يقول ما هو المختصر المناسب للحفظ الحقيقة المختصرات كثيرة جدا لكن أهم المختصرات التي تحفظ ثلاثة عند الحنابلة آخرها ثلاثة أولها البلبل وهو اختصار للروضة وقد اختصر البلبل وهو اختصار للروضة اختصره يعني طبعا الروضة اختصره جماعة اختصره البعلي واختصره الطوفي والطوفي اختصر اختصاره وهو اختصاره اللطيف جدا يصلح للمبتدئين لبن نصر الله وطبع هذا المختصر مؤخرا المختصر الثاني وهو الذي معنا وهو مختصر ابن اللحام وحفظه قد يصعب على بعض الناس فأنصحك بحفظ مختصره ومختصر ابن اللحام هو كتاب غاية السول ليوسف ابن عبد الهادي فقد اختصر مختصر ابن اللحام تماما اللهم إلا فرقا واحدا أنه يعني قدم وأخر مباحث الإجمع التي تقدم ذكرها وهذا اعتبر اختصار لابن اللحام تماما حذف فيه الخلاف واختصر على قول واحد وحذف مسائل قليلة جدا ثم هو يوسف ابن عبد الهادي اختصر مختصره لابن اللحام طبعا مختصره لابن اللحام ماذا قلنا اسمه غاية السول وهو مطبول اختصره في كتاب أو في جزء ضمنه لكتابه زبد العلوم وطبع هذا الجزء المتعلق بأصول فقه مؤخرا في جزء مختصر هذا هو الاختصار الثاني المختصر الثالث وهو التحرير للمرداوي والتحرير المرداوي اغلبه مأخوذ من كتابنا ابن اللحام ولكنه زاد عليه مسائل وزاد الخلاف العالي ممن قال به من المتقدمين وذلك صعب حفظ التحرير فجاء من اختصره وهو ابن النجار في المختصر المشهور بمختصر التحرير ومختصر التحرير الحقيقة صعب جدا وعباراته جامدة بخلاف غير المختصرات فإنها عبارات أسهل فمختصر ابن عبدالهادي لطيف ومختصر ابن نصر الله أيضا لطيف وبناء على المختصرات التي هي أوجز من كتابنا إذن عندنا أصبح ثلاث درجات المختصرات الدرجة الأولى الطوفي وابن اللحام والمرداوي المختصر منها مختصر ابن نصر الله ومختصر يوسف ابن نصر الله الطوفي وابن عبدالهادي لابن اللحام وابن النجار لمن للمرداوي الذي هو التحرير طيب يقول ما هي المسألة التي فيها الفائدة والتي لا أثر في بناء الاجتهد عليها هذه مسألة مشكلة جدا حتى كان أحد المشايخ عليه رحمة الله كان يقول أن المسألة التي خلاف فيها لفظه هي ثلثة مسألة أصول الفقه لو ألغيناه لألغيناه أكثر مسألة أصول الفقه وألا أحد المشايخ الذين كانوا يدرس في كتاب الشريعة وتوفي عليها رحمة الله العموم أن يعرف المسألة اللفظية والتي ليست بلفظية بكلام الشراح وقد جمع أحد المشايخ فيها مجلدين وهو الشيخ علي الشيخ عبد الكريم النملة عليه رحمة الله يقول ما حكم إعطاء زكاة المال ذهبا بدل الريالات إخراجها ذهبا بدل الريالات نقول إذا كان الأصلح ذلك فهو جائز مثل تصور الأصلح تصور الأصلح بعض الناس ينفق على عائلة معينة ويعلم أن هذه العائلة لو أعطيتهم المال مباشرة فإنهم سيثلفون هذا المال وينفقونه في كماليات وأن تعلم الآن أن التسويق أصبح سهل والتسويق أصبح سهل وأصبح شراء الكماليات أسهل من شراء الضروريات أحيانا فالكماليات تستطيع أن تشتريها وأنت في بيتك عن طريق هذه وسائل الاتصال وغيرها وبنان عليه فبعض الناس يرى أن بعض الأسر لو أعطيتهم المال لضيعوا مالهم فيشتري لهم بدلا منه ذهبا يقول لكي يتجملوا به فإذا احتاجوا باعوه وغالبا أن كثيرا من الأسر وكثير المجتمعات لا يبيعون الذهب إلا عند الحاجة ولا يبيعونه عند الكماليات وهذا يفعله بعض الأشخاص الذين يعتنون ببدل زكاتهم للأسر مباشرة فينظرون في الحاجة فنظرا لأجل هذا الغرض فنقول إن إعطاءه ذهبا أولى من إخراجه نقدا أو جائز بدلا من إخراجه النقد وإن كان الأصل أنها تخرج نقد لأن زكاة النقد تكون منه هذا سؤال طويل جدا وأنا قد أطلته في الإجابة وذهب صوتي في مسألة اللحوم المستوردة أعدكم بأن يكون جوابها إن شاء الله لأسبوع القادم أسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر